أجرت مجموعة الصيني للإعلام مقابلة خاصة مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الماليزي إلى الصين تيونكين سينة الذي تحدث عن أفكاره حول دور الحزب الشيوعي الصيني في التنمية الصينية تفاصيل أوفة في التقرير التالي سعادة دعات السيري شكرا على قابول المشاركة في هذه المقابلة حسب رأيكم ما هو دور الحزب الشيوعي الصيني في تنمية الصينية خلال الأقود الماضية لعب الحزب الشيوعي الصيني دورا هاما جدا في ارتقاء الصين وتحسينها خاصة في المناطق الريفية وأيضا في رفع مستوى المعيشة وتحسينه وكذلك رفع مستوى جميع البنى التحتية لدى الحزب الشيوعي الصيني أيضا دورا هام في تحديث الاقتصاد والرقمنة ورفع مستوى التكنولوجيا الصناعية ما رأيكم في مبادرة الحزم والطريق خاصة أن ماريزيا تعد مشاركا قويا فيها إن ماريزيا هي واحدة من الدول التي تؤيد مبادرة الحزم والطريق وهذه المبادرة تصب في مصلحة البنية التحتية لدينا مثل تحسين السيقة الحديدية وارتقائها وقد ساعدت هذه المبادرة الكثير من البلدان التي بحاجة إلى ذلك خاصة البلدان الآسيوية ما هي التوقعاتكم للعلاقات الصينية الماريزية في زل كياتد الحزب الشيوعي الصيني؟ الصين والحزب الشيوعي الصيني والقيادة الرئيسية تعمل بشكل جيد للغاية مع مجلس القيادة الماليزي ومع القيادة الماليزية ومن المهم أن نحصل على فهم أفضل وأكثر فعالية لرفع مستوى بعثتنا التجارية وتعزيز تنميتنا في البلاد ويمكن للجانبين العمل معا من أجل تنمية مستقبلية أفضل ترجمة نانسي قنقر